رحلة المعاناة مع المرض برغم إنها بتكون صعبة جداً وكلها ألم وضعف وخوف وعكس بس أحياناً بيجعلها ربنا بداية طريق للأمل والشفى وارجوع الأمل لألاف من المرضى اللي بيبدأوا نفس الرحلة الصعبة السيدة باهية وهبي زوجة المهندس حسين أحمد عثمان وهو أخو المهندس عثمان أحمد عثمان أسس شركة مؤولين العرب السيدة باهية اللي من خلال رحلة العلاج الصعبة قدرت تحول معاناتها وتعبها من مرض سرطان السدي لوحدة من أجمل قصص التكافل والرحمة والوفاء والحب وأدركت بروحها الطيبة رسالة ربنا وإنه هاب لها القدرة على السفر والعلاج في أوروبا وأمريكا عشان تنتبه لمصير ألاف من المرضى وقد إيه إن تأثير شعور العجز واليأس أشد عليهم من ألام المرض اللعين وقبل الرحيل بأيام وصلت ولدها إنهم يستوردوا الجهاز الوحيد اللي في العالم اللي بيعالج مرض سرطان السدي وإنه يكون متاح لكل المرضى وبالمجان وبعد سنين قليلة الولاد ما بينسوش الوصية وسنة 2015 الحلم بيتحول حقيقة وبيتحول بيت العيلة اللي كان بيتجمع فيه الأهل والأولاد والأحفاد لمستشفى كامل لعلاج مرضى سرطان السدي وبالمجان اللي قدر يوصل لحلم الكشف على 100 ألف سيدة خلال أقل من سنة واحدة ولما الأحفاد كبروا وجيه دورهم عشان يتحملوا الأمانة كانوا عارفين إيمة المراس العظيم اللي وصل بيه السيدة باهية وفعلا زي ما قالت الحفيدة المخلصة السيدة ليلى سالم إن باهية فيها بركة غير طبيعية وبينجح الأحفاد بعد سبع سنين بس وبدعم مجهودات كهات كتير إنهم يفتدحوا فرع جديد مجهز بالكامل في مدينة شيخ زايد ودي كانت قصة الوصية اللي تقالت في لحظة وداع وتحولت لرسالة حب وأمل وخير لملايين من المرضى ودعوات بالرحمة كلها حب ووفاء للسيدة باهية وهبي صاحبة بيت العيلة كنت معاكم نور من عن مصر تابعونا عشان يوصل لكم كل جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر